موسيقى مشاهدين الكرام أضحى مبارك هذه نشرة الأخبار الرئيسية من قناة سما في دمشق نبدأها بالعناوين موسيقى بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على ريف حمص سوريا تؤكد أنها لن تتوانى عن ممارسة حقها بالدفاع عن سيادتها بكل الطرق موسيقى بالتزامن مع العدوان على سوريا سقوط صاروخ إسرائيلي في بلدة لبنانية وعون يوجه بالاحتجاج أمميا موسيقى تداعيات فضيحة بيغاسوس تتواصل الأمم المتحدة تطالب واشنطن بحماية بعثاتها وماكرون يدعو الاجتماع استثنائي موسيقى 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 أهلا بكم أكدت الخارجية والمغتربين في بيان أن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية والتي تزامنت مع اعتداءات الإرهابيين على ريف حلب وقطع النظام التركي المياه عن الحسكة تأتي تنفيذا لاستراتيجيات تآمرية ضد سوريا وقالت الوزارة في بيان أن تزامن العدوان الجوي الجديد الذي استهدف منطقة القصير مع تصعيد قوى الإرهاب اعتداءاتها الإجرامية على الأراضي السورية ليس صدفة بل يؤكد أنه تنفيذ لاستراتيجيات جيوسياسية تآمرية مستمرة ضد سوريا نتيجة لمواقفها المبدئية ولا سيما تلك المتعلقة بمكافحة الإرهاب وإذ طالب البيان مجلس الأمن بإدانة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على السيادة السورية واتخاذ إجراءات حازمة وفورية لقمعها أكد أن سوريا لن تتوانى عن ممارسة حقها بالدفاع عن أرضها وشعبها وسيادتها بكل الطرق التي يكفلها دستورها وميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدوري هذا وتصدت الدفاعات الجوية في الجيش العربي السوري لعدوان إسرائيلي بالصواريخ بريف حمص فجر اليوم وذكر مصدر عسكري أن العدوان نفذ من شمال شرق بيروت واستهدف بعض النقاط في منطقة القصير وبيّن المصدر أن وسائط الدفاع الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها واقتصرت الأضرار على الماديات جددت قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من الإرهابيين اعتداءاتها انطلاقا من مناطق انتشارها ضمن المناطق التي تحتلها مستهدفة منازل المواطنين في عدة قرى بريف حلب الشمالي وقالت مصادر محلية إن عددا من الصواريخ استهدفت دير جمال وصوغانكا وأبيان وعقيبة ومرع الناز بريف حلب الشمالي ما أدى إلى وقوع أضرار مادية في منازل وممتلكات الأهالي كما اعتدت قوات الاحتلال التركي ومرتزقته بخمس قذائف صاروخية على قرية توخار كبير بريف مدينة منبج واستشهد أمس مدني وأصيب ثلاثة آخرون خلال اعتداءات بالأسلحة الثقيلة على الطريق الدولية M4 شمال مدينة الرقة جددت الأمم المتحدة التأكيد على بطلان إجراءات كيان الاحتلال الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل وعدم شرعية إجراءات الضم وارتكابه انتهاكات لحقوق السوريين والتمييز بحقهم وشدد التقرير الدوري للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الإسكوا الذي يتناول الفترة المنتدة من نيسان 2020 إلى آذار 2021 على أن إجراءات وسياسات الاحتلال في الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 بما في ذلك جرائم القتل والحصار المفروض على قطاع غزة والتوسع الاستيطاني تتنافى مع القانون الدولي كما أشار إلى استحالة تحقيق التنمية المستدامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي والسياسات والممارسات التي ينتهجها أعرب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عن أمله بعقد جولة جديدة من اجتماعات لجنة مناقشة الدستور السوري في جينيف قريبا وقال في مستهل محادثاته مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا جير بيدرسون في موسكو اليوم إن هذه فرصة جيدة في هذه المرحلة لتبادل الآراء والتقييمات من جهة ثانية أشار لافروف إلى أن الاستقرار الذي تشهده سوريا لا ترافقه جهود المجتمع الدولي لحل القضايا الإنسانية واستعادة البنية التحتية من أجل العودة الآمنة للاجئين السوريين من جانبه اعتبر بيدرسون أن تقدم عملية التسوية السياسية للأزمة في سوريا يتطلب نفس الفهم المشترك المتعلق بحل القضايا الإنسانية في البلاد لافتا إلى اللقاءات الدولية التي أجراها في وقت سابق حول الوضع في سوريا ومنوها في الوقت ذاته بالدعم الروسي لعمله أقامت قبيلة الدليم بريف حلب الجنوبي احتفالا جماهيريا بمناسبة أداء القسم الدستوري وذلك بمشاركة أهلية وعشائرية تعبيرا عن ولاء العشائر والقبائل السورية للوطن وتأكيدا على رفضهم لأشكال التدخل الأجنبي كافة تحت عنوان قسم العز أقامت قبيلة الدليم عشيرة العساسنة في بلدة عسام بريف حلب الجنوبي احتفالية جماهيرية بمناسبة أداء السيد الرئيس بشار الأسد للقسم الدستوري حيث عبر الأهالي ووجهاء العشائر والقبائل عن وفائهم وتأييدهم لسيد الرئيس بشار الأسد الفعالية هي بنسبة قسم العز قسم السيد الرئيس القسم الشريف القسم الوطني فعاليتنا قسم المحبة قسم العمل واجتمعنا على المحبة قبائل وعشائر ورجال دين اسلام ومسيحيين هذا الاحتفال وعرس الوطني بمناسبة قسم سيد الرئيس اللي سمنا قسم العز إن شاء الله ونحن مع سيد الرئيس بالسلم وبالحرب جينا لكي نعبر عن صدق محبتنا ومشاعرنا وحاسسنا تجاه سيد الوطن قسم العز أقسم أن يكون خادمة للوطن كما أكد المشاركون على أن سوريا ستبقى واحدة موحدة تحت قيادة السيد الرئيس بشار الأسد والجيش العربي السوري رافضين كافة أشكال التقسيم التي تدعو إليها المجموعات الانفصالية المدعومة من قبل أمريكا وأدواتها رسالة إلى الخارج بأن سوريا وحدة موحدة والذين يطالبون بالانفصال ليس لهم أي دور في هذا الموضوع سوريا ستبقى وحدة موحدة بقيادة سيد الرئيس بشار الأسد رسالة طبعا إلى كل الإرهابيين إلى كل المسلحين إلى كل الذين يحبون أو عندهم توجه انفصالي عن هذا البلد عن سوريا هذه رسالة أن الشعب السوري وأن سوريا ستبقى واحدة نحن كعشائر وقبائل كلنا ضد أي احتلال لسوريا وضد تقسيم أي شبر من أراضي سوريا وضد غسد وأعوانها وتأتي هذه الاحتفالية لتعبر عن فرحة وولاء العشائر والقبائل السورية وأهالي بلدة عسان لسيد الرئيس بشار الأسد ولتؤكد على رفضهم لكافة أشكال التدخل الأجنبي هاي ثم قزوا قناة سمى الفضائية ريف حلب الجنوبي ذكرت وسائل إعلامية لبنانية أن صاروخا إسرائيليا سقط ليلا في بلدة لحفد بمنطقة جبيل الوسطى بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي على سوريا وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن الصاروخ تسبب بحفرة هائلة وبتساقط زجاج بعض المنازل وأوضحت رئيسة البلدية نجاة الزغبي أن صوت الانفجار وانهيار زجاج المباني تسببا بحالة هلع بين الأهالي وتحدثت عن العثور في خراج البلدة قرب النهر على بقايا شظايا صاروخ من جانبه دعا الرئيس اللبناني العماد ميشيل عون إلى ضرورة إعلام الأمانة العامة للأمم المتحدة باستمرار انتهاك السيادة اللبنانية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن عون طلب من وزيرة الدفاع وزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال زين عكر إبلاغ مندوبة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة بضرورة إعلام الأمم المتحدة باستمرار الانتهاكات الإسرائيلية ولسيما في ضوء استخدام الأجواء اللبنانية من أجل الاعتداء على الأراضي السورية وهو ما أدى أيضا إلى وقوع أضرار في بلدتين لبنانيتين نتيجة العدوان الصاروخي الإسرائيلي الأخير إلى ذلك أدان وزير الدفاع اللبناني السابق فايز غصن بشدة العدوان الإسرائيلية على الأراضي السورية معتبرا أن العدو الصهيوني يتعمد دائما انتهاك سيادة لبنان كمنطلق للاعتداء على سوريا من الأجواء اللبنانية وفي الشأن ذاته استشهد معتقل فلسطيني في سجن المسكوبية في القدس المحتلة بعد تعرضه للتعذيب والصعق بالكهرباء في سجون الاحتلال وفي بيت لحم دلعت مساء أمس مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال عقب اقتحامها بلدة الخضر وذكر مصدر محلي أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص المعدنية المغلفة بالمطاط وقنابل الغاز والصوت تجاه الفلسطينيين الذين تصدوا للاقتحام بالحجارة دون أن يبلغ عن إصابات وفي جنين اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم شابين من بلة رمانة بعد دهم وتفتيش طال منزليهما وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية رمانة واعتدت على الفلسطينيين بالرصاص وقنابل الغاز السام ما أدى إلى إصابة عدد منهم بينما اعتقلت اثنين كما اعتدى مستوطنون إسرائيليون اليوم على ممتلكات الفلسطينيين بعد أن اقتحموا بلدة جماعين جنوب نابلس وأضرموا النار في منشرة ما ألحق أضرارا كبيرة بها وفي قطاع غزس تشهد فلسطينيون وأصيب عشرة آخرون في انفجار وقع صباح اليوم في مبنى سكني تجاوره محلات تجارية شرق المدينة وقد طال المباني والمحلات التجارية في المنطقة دمار كبير وفيما تحقق وزارة الداخلية لمعرفة أسباب الانفجار قال جهاز الدفاع المدني إن الحريق وقع في مبنى مكون من ثلاثة طوابق يوجد أسفله محل لتعبئة الغاز بث الإعلام الحربي اليمني مشاهد نوعية جديدة لعملية اقتحام مواقع مرتزقة الجيش السعودي قبالة جبل الدود في جيزان جنوب السعودية ونفذ الجيش اليمني واللجان الشعبية عملية هجومية على مواقع مرتزقة في محوري المدافن والملاحيط قبالة جبل الدود بجيزان تمكنوا خلالها من السيطرة على عدد من المواقع وتكبيد العدو خسائر مادية وبشرية ترجمة نانسي قنقر تتفاعل قضية استخدام برنامج بيغاسوس التجسسي الإسرائيلي على الصعيد الدولي والإقليمي حيث أعلن الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق أن المنظمة تجري اتصالات مع الحكومة الأمريكية لحماية شبكاتها والبعثات الدبلوماسية في نيويورك والخارج على خلفية فضيحة بيغاسوس من جانبه بحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مجلس دفاع استثنائي دعا إليه بعد نشر تقارير متعلقة باختراق برنامج المراقبة بيغاسوس لهاتفه قضية الأمن السيبراني في فرنسا والتحقيق القائم بشأن الاختراق المحتمل لهاتفه ويأتي ذلك بعد أن قالت صحيفة اللوموند الفرنسية إن هاتف ماكرون ورئيس وزرائه السابق تعرض للتجسس عبر برنامج بيغاسوس الإسرائيلي من جانب الاستخبارات المغربية وفي السياق أعلن المغرب اللجوء للمسع القضائي على إثر نشر تقارير إعلامية جديدة تشير إلى احتمال تورطه في استخدام برنامج بيغاسوس لاستهداف هواتف شخصيات عامة بينها الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وكان تحقيق استقصائي عالمي نشرته يوم الأحد سبع عشرة مؤسسة إعلامية قال إن برنامج بيغاسوس استخدم في محاولات نجح بعضها في اختراق هواتف ذكية لصحفيين ومسؤولين حكوميين ونشطاء في مجال حقوق الإنسان فيما أوردت صحيفة واشنطن بوست أمس أسماء جديدة على قائمة تجسس البرنامج بينهم ثلاثة رؤساء حكومات حاليين وسبعة رؤساء حكومات سابقين وفي تعليقها على فضيحة التجسس دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى ضرورة الحد من بيع برامج التجسس للدول التي لا توجد فيها رقابة أكد المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد أن الحركة لن تسمح بالتواجد العسكري لتركيا في أفغانستان وأنها تطالب أنقر بحل القضايا وسحب قواتها العاملة ضمن حلف الناتو وتأتي تصريحات مجاهد في أعقاب الاقتراح التركي لتأمين مطار كابل بعد خروج القوات الأجنبية حيث قال في مقابلة مع وكالة سبوتنيك أن الحركة ترفض موقف تركيا وتواجدها بذريعة حماية أمن المطارات وأنها أكدت أنه بعد انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان لن تسمح لقوات أجنبية أخرى بالبقاء في البلاد تحت أي ذريعة وفي سياق آخر قال مجاهد أن حركة طالبان باتت تسيطر على 90% من الحدود العامة لأفغانستان مع الدول المجاورة دعت منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة الإمائي إلى تقاسم جرعات لقاحات كوفيد-19 بشكل سريع وإزالة جميع العوائق التي تحول دون زيادة تصنيع اللقاحات وتمويلها لتحقيق التوزيع المنصف للجرعات وأكدت المنظمة أن التوزيع غير العادل للقاحات يؤثر سلبيا على الانتعاش الاقتصادي العالمي في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل وفي غضون ذلك كشفت وثيقة من الاتحاد الأوروبي أن دول الاتحاد لم تتبرع للدول الفقيرة حتى الآن سوى بنسبة بسيطة من فائد لقاحات كورونا معظمها من لقاح أسترازينيكا وحسب وكالة رويترز كان الاتحاد الأوروبي وعد بالمساعدة في تطعيم أشد الفئات فقرا في مختلف أنحاء العالم غير أن دوله الأعضاء مثل دول غنية أخرى ركزت حتى الآن على شراء الجرعات لتطعيم مواطنيها مما أسهم في نقص اللقاحات في بقية أنحاء العالم قال مسؤول كبير بقطاع الصحة إن الصين رفضت خطة منظمة الصحة العالمية الرامية إلى إجراء مرحلة ثانية من التحقيق في أصل فيروس كورونا والتي تتضمن فرضية أنه ربما يكون قد تسرب من مختبر صيني واقترحت منظمة الصحة العالمية هذا الشهر إجراء مرحلة ثانية من الدراسات حول أصول فيروس كورونا في الصين على أن يشمل ذلك عمليات تدقيق للمختبرات والأسواق في مدينة ووهان وطالبت السلطات بالتحلي بالشفافية ورفضت بكين خطة تعقب الأصول تلك لأنها تستخف في بعض النواحي بالمنطق وتتحدى العلم سجلت المكسيك خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية أكبر قفزة في حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا منذ كانون الثاني الماضي بلغت خمسة عشر ألف ومئة وثماني وتسعين إصابة وذكرت وزارة الصحة المكسيكية في بيانها اليومي أن إجمالية الإصابات بالفيروس ارتفع إلى أكثر من مليونين ونصف المليون لافتة إلى ارتفاع إجمالي أو ارتفاع إجمالي الوفيات في البلاد من جانب آخر كشف مسؤول صحي في أوغندا أن مئات الأوغنديين تلقوا جرعات مزيفة من لقاح مضاد لكورونا عندما كانت البلاد في خضم موجة انتشار واسعة للفيروس خلال شهري أيار وحزيران في إطار عملية احتيال يقف خلفها أطباء وممرضون لافتا إلى أن المتورطين في عملية الغش في البلاد استهدفوا بالدرجة الأولى الراغبين بتلقي اللقاح مقابل دفع ثمنه بينما كانت البلد أو كان البلد يعاني شح اللقاحات التي توزعها مجانا عبر حملة التلقيح الوطنية لم يبقى في هذه النشرة إلا أن نذكر بعناوينها بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على ريف حمص سوريا تؤكد أنها لن تتوانى عن ممارسة حقها بالدفاع عن أرضها وشعبها وسيادتها بكل الطرق بالتزامن مع العدوان على سوريا سقوط صاروخا إسرائيليا في بلدة لبنانية وعون يوجه بالاحتجاج أمميا تداعيات فضيحة بيغاسوس تتواصل الأمم المتحدة تطالب واشنطن بحماية بعثاتها وماكرون يدعو الاجتماع الاستثنائي شكرا لطيب متابعتكم إلى اللقاء شكرا لطيب متابعتكم إلى اللقاء